أعتقد أنه يجب أن يتم أن يجدوا أنفسهم مستعدين القيام بهذا العامل لا يستطيعوا أن ينتظروا المزيد من الوقت وكذلك عليهم أن يروا ما الذي سيحدث في جنوب لبنان وإذا مشعروا أنهم يتقدمون في لبنان ولا تحصل لديهم أي خسائر فربما يتوقفوا عن الضرب ولكنهم إذا مشعروا أن حزب الله يستعيد بعض السيطرة في الجنوب ويسبب الخسائر في الإسرائيليين فربما سيقومون بتنفيذ الضربة ضديرا